قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لا يوجد شيء يمس المواطن المصري يكبرنا عليه صندوق النقد الدولي وفي المؤتمر الصحفي أكد مدبولي أن الصندوق لا يوجد لديه أي اعتراض أو تحفظ على برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين مشيرا إلى أنه يتم العمل مع الصندوق لضمان استقرار الاقتصاد المصرية وعدم تعرضه لهزات عنيفة نتيجة الأزمات العالمية التفاوض مع الصندوق بدأ من قبل الأزمة من مجرد ما انتهينا من البرنامج الماضي اللي هو كان انتهى في تلاتين ستة واحد وعشرين عشان بس أأكد لحضراتكم بدأنا نتكلم مع الصندوق لأن كانت رؤية الحكومة المصرية بمنتهى الأمانة أن من المهم جدا دائما أن يكون هناك هذه العلاقة ما بين مصر وبين الصندوق فبالذات في ظل الأزمات اللي كانت موجودة احنا كنا بنتكلم على كورونا وطبعا ما كناش بنستشرف لسه موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية وكنا فعلا وصلنا على نهاية العام الماضي أنا بتكلم هنا على واحد وعشرين وبداية اتنين وعشرين على أنه هو برنامج دعم فني فقط عشان يساعد الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي اللي بنعمله للقطاعات المختلفة لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا وحصل الضغط على العملة الصعبة قلنا ممكن نضيف مكون يعني تمويل يتاح للدولة المصرية تمويل نقدي إنما نفس المحتويات البرنامج اللي كنا بنتوافق عليها قبل الأزمة هي هي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة فأنا بس حابي بأكد هذا الموضوع لأن الكلام الكتير عن النقاشات من غير ما يبقى عارفين التفاصيل وهو ده للأسف اللي أنا الواحد بيتابع الموضوع بالناسبة تتكلم من غير ما تعرف التفاصيل بالزبط إيه ترجمة نانسي قنقر